على وقع الدمار يخرج الرصاص الغاضب صوب السماء وهو الذي كان يخرج أمس في وجه عدوان الاحتلال وتصديا له يشيع الفلسطينيون هنا سبعة شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الذي استمر لخمسة عشر ساعة واستهتفات غاوية تؤكد عامة الخيمة سيبقى حضرة شعبية للمقاومة يمشي اللاجئون فوق ركام شوارع المخيمة وأزقته يهتفون للشهيد ويؤكدون بأن المخيم سيبقى على درب المقاومة والتصدي للاحتلال الذي يواصل عدوانه بحق المخيمات الفلسطينية لا دمره فيدى كندرت ولادنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون هذا المخيم معروف على مدى الأيام والسنين مخيم الأبطال والشهداء مخيم الكرامة مخيم العزة مخيم الشجعان مهما قتلوا ومهما دمروا لا تروا ابناء ولا طائراتهم ولا سواريقهم ولا دباباتهم هذا يزيدنا عزما وإصرارا وثباتا لن يكون الموكب الأول ولن يكون التصدي الأول ولن يكون الدمار الأول ولن يكون المخيم الأخير عدوان الاحتلال يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم شمال الضفة الغربية ومخيمة الكرامة واحد من أبرز المخيمات التي تشكل حالة نضالية فريدة من نوعها بكل ألوان العلم الفلسطيني يشيع الشهداء على وقع أصوات الرصاص الغاضب فيما الدمار يحيط بالمشيعين وجثامين رفاقهم يتسابق الفلسطينيون على حمل نعوش الشهداء ولا يدري الواحد منهم من سيكون التالي ومن سيحمل نعشه من مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا